أصحاب السبت كان سيدنا موسى عليه السلام قد أنبأ بني إسرائيل أن الله قد حرم عليهم العمل في يوم السبت وأمرهم فيه بالتفرغ للعبادة وترك التجارة والأعمال الدنيوية مثلما أمر الله المسلمين بتلبية نداء الصلاة يوم الجمعة وأن يسعوا إلى ذكر الله حتى تقضى صلاة الجمعة ثم يعودوا لأعمالهم وتوالت الأعوام وفي عصر داود عليه السلام انتشرت الذنوب بين أهالي إحدى القرى على شاطئ البحر وكان يعمل أهلها بصيد الأسماك فأراد الله أن يختبرهم ليميز بين من أطاعه وبين من عصاه حيث ضيق الله عليهم أرزاقهم وامتنعت الأسماك أن تأتي إلى شواطئ القرية طيلة أيام الأسبوع واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع أما يوم السبت فتقترب من السواحل والشواطئ وأعدادها هائلة وأنواعها جيدة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ويصبحون في اليوم التالي وهو يوم الأحد ليقوموا باستياد الأسماك فيجدون الأسماك قد غادرت الشواطئ إلى أعماق البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون انتبه أهل العلم والإيمان لهذا الابتلاء وعرفوه وأخبروا الناس أن هذا ابتلاء من الله بسبب ذنوبهم ولو أنهم صبروا عليه فإن الله سيرفع عنهم هذا الابتلاء وينال رضوانه فالثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا راجت في المجتمعات تموت البدع وتصلح الأحوال ويعيش المجتمع حياة طيبة اجتمع بعض أهالي القرية من بني إسرائيل وعزموا على شق القنوات وفتحها يوم السبت حتى تمترئ بالأسماك ثم يغلقون المنافذ في الليل ليصيدوها يوم الأحد ولما رأى العلماء وأهل الصلاح هذا الفعل والاحتيال ذهبوا إلى العصات المحتالين وأخذوا ينصحونهم ويحذرونهم ويبينون لهم أن هذا تحايل على حرمات الله فمن طبيعة بني إسرائيل اللجوء إلى الخداع والتحايل والالتواء أخذ هؤلاء المحتالون يسخرون من الآمرين لهم بالمعروف والناهين عن المنكر وهنا ظهرت مجموعة كانت لا تعصي الله ولكنها ترى المنكرة ولا تنهى عنه وذهبت إلى العلماء والناصحين قائلين لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا تتعبون أنفسكم بنصيحة أمثال هؤلاء فكان رد المؤمنين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي لنكون معذورين أمام الله عز وجل ولعل نصيحتنا لهم تجعلهم يفيقون من غفلتهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وجاء أمر الله وأنجى الله عز وجل الآمرين بالمعروف وأهلك العصاة بالعذاب الأليم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حل بالعصاة العذاب وحولهم الله إلى قردة عقابا لهم على معصيتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عبد العزة بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رمز لكل متكبر جبار منع للخير معتد أثيم كان أول من جهر بعداوة الإسلام عندما أعلن الرسول دعوته ولم يكتفي بالمعارضة الصريحة بل دعمها بالعمل حين مارس كل أنواع الأذى للرسول وصد الناس عنه فمنذ أن أعلن الرسول بأنه نبي الله وأعلن عن دعوته لدين الإسلام أعلن أبو لها بالحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة وأهلها من أول يوم وقام بدور الشيطان وأكثر وقابل دعوة النبي بقوله تبا لك فأنزل الله سورة المسد والتي تعتبر معجزة بحد ذاتها إذ أنها توعدت أبا لهب وزوجته بعذاب نار جهنم خالدين فيها أبدا فلو أسلم أبو لهب أو ادعى الإسلام لهدم مصداقية القرآن من أساسها وقد نزلت هذه السورة قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات وفي يوم آخر كان النبي يقول للناس وهم مجتمعون عليه يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان أبو لهب يسير وراءه حيث ذهب ويقول إنه صابئ كذاب لقد كان أبو لهب من أشد الأعداء على الدعوة وكانت زوجته أم جميل خبيثة مثل زوجها فكان من أكثر من عذب أصحابه وتجرأ عليه فقد كانت أم جميل تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي بهدف إدماء قدميه وعندما لم يستطع أبو لهب الخروج مع قريش لقتال الرسول يوم غزوة بدر استأجر أبو لهب بدلا منه العاص بن هشام بن المغيرة بأربعة آلاف درهم وبعد وقعة بدر بسبع ليال هلك أبو لهب بمرض معد يسمى العدسة وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتا فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقع فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها ولم يحمله أحد خشية العدوى وهذا جزاؤه في الدنيا وأما في الآخرة فسيصلى نارا ذات لهب لم يغن عنه ماله ومكاسبه وأرصدته ومدخراته تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أثناء الحملة الفرنسية على مصر توقفت قوات الجنرال ديزي في قرية صغيرة تسمى الفقاعي بمركز بيبا محافظة بن سويف انتظارا لوصول مدد المدفعية لاستكمال غزو الصعيد وذات ليلة حدث أن لفت نظر ديزي اختفاء كمية أسلحة من المعسكر وقد تكرر الأمر في الليلة التالية ولهذا شدد الحراسة والمراقبة في المعسكر وقد أتت المراقبة بثمارها فقد لاحظ جندي فرنسي وجود صبي يدعى عبد الستار آدم وعمره 12 عاما يتسلل إلى المعسكر ليلا لجمع ما يستطيع حمله من البنادق ليقدمها إلى المقاومة الشعبية وفي إحدى المرات طارده هذا الجندي حتى أصابه بالسيف في ذراعه وأسره وفور علم ديزي بالأمر استدعى الصبي وسأله لما تسرق أسلحة الجلش الفرنسي رد الصبي البطل لأنها أسلحة أعدائي وأعدائي بلادي وعند سؤال ديزي الصبي عن الشخص الذي يحرضه أجاب الصبي ألهمني الله عز وجل أن أفعل ما فعلت فقال له ديزي هل تعرف أن عقوبتك هي الشنق قال الصبي للجنرال الفرنسي هذا رأسي قطعه إن شئت أراد ديزي أن يختبر شجاعة الصبي فأمر بإعدامه وهنا ظهر معدن الصبي البطل فلم يبكي ولم يصرخ ولم يطلب العفو لكنه رفع رأسه إلى السماء وتمتم ببعض آيات من القرآن الكريم وهنا أعجب ديزي بموقف الصبي وصلابته واستبدل حكم الإعدام بالجلد ثلاثين جلدة فتحمل الصبي البطل عبد الستار ولم يتأوه وبعد انتهاء العقاب قال الجنرال الفرنسي له يا بني سأكتب في تقرير اليوم أنني قابلت أشجع ولد في الصعيد بل أشجع ولد في العالم كله وقد عرض المؤرخ الفرنسي في فان دينيون وهو أحد الشهود على الواقعة أن يتبنى عبد الستار ويكفل له مستقبلا سعيدا فكان رد البطل عبد الستار ستندم على تربيتي لأنني سأقتلك وأقتل معك من أستطيع من أعداء وطني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم